السلام عليكم يا أبنائي أنا العم جمال وهذه زوجتي جميلة اليوم سأحكي لكم قصة ابنتي الوحيدة ابنتي فاتن والتي كان عمرها 22 سنة كانت تهوي الطيور والمشي تحت الأشجار في الحديقة خاصة وقت القيلولة زوالا فدائما ما أرها تخرج لحديقة منزلنا تلعب في الأرجوحة أو تقطف بعض الثمار اشتكت لي يوما من وجود فأر بجانب شجرة الخوخ سخرت منها ما بك يا فاتن هل أصبحت جبانة لهذه الدرجة؟ أبي أرجوك ضع حلا لهذا الفأر أنت تعلم بأن أرجوحتي موجودة على شجرة الخوخ ولا يمكنني أن أتوقف عن اللعب بسبب فأر ضحكت وقلت حسن حسن سأتخلص منه قريبا لا تقلقي يا حلوتي وفي يوم من الأيام عدت إلى المنزل كعادة ومررت بالحديقة واكتشفت بأن فاتن كانت تلتقي بابن جارنا عماد خفية هناك وفور رؤيتي فرى هاربا بعدها منعت فاتن من الخروج إليه مجددا وبعد أسبوعين قالت لي زوجتي جمال ابنتك حالها يسوء يجب أن تضع حلا لهذا دعيها ستتعود على الأمر مع الوقت لا يا جمال فكرة الحجز لم تعجبني مطلقا ابنتنا لا زالت صغيرة وتحب الحرية وأنت بتصرفك هذا تضيق عليها جميلة أجننتي تريدين مني أن أتركها لتعود لمواعيدها الغرامية مع عماد هذا لن يحصل أبدا وفي محاولة أخيرة من جميلة لمساعدة فاتن قالت ما رأيك بأن تذهب للشاب وتتحدث إليه بألا يكرر فعلته وإلا فإنك لن ترحمه ضحكت وقلت ويحك يا جميلة هتريدين أن يصبح زوجك أضحكة بين الجيران ويقولون بأن لا سلطة له على ابنته وتجرأ على ابن الجيران لا تنسي بأن عماد له شأن في الحي ومعروف عليه أخلاقه الطيبة لن يصدقني أحد غادرتني جميلة وهي تتمتم ببعض الدعاء اللهم سترك وحفظك بعد أسابيع من الحجز جاء عماد وتقدم لخطبة فاتن فرفضت رفضا قاطعا وغادر يائسا صرخت زوجتي لماذا يا جمال كل هذه القسوة؟ عماد يحب فاتن وقد طلب ابنتك على سنة الله ورسوله فلماذا ترفضه؟ على جثتي لن يتزوجها ما دمت حيا أنسيت موعيده الغرامية التي كان يقوم بها من وراء ظهري إنه غير كفء لابنتي جمال أنت بهذا تقص على ابنتك أكثر فأكثر وأنا لا أضمن لك نتائج قرارك هذا ربما سيحصل ما لا تحمد عقباه إنها ابنتنا الوحيدة فكر جيدا الشاب معروف في الحي بأخلاقه لا يعيبه شيء قاطعتها جميلة لا تحولي هذا الشاب لن يكون زوج ابنتي لا يمكنني أن أثق فيه بعد موعدته لابنتي سران ذهبت زوجتي إلى فاتن وأخبرتها بالأمر فأجهشت بالبكاء ودخلت في حالة اكتئاب حادة حاولت زوجتي معي مرارا لكن دون جدوى فقد كنت مقتنعا بأنه حتى وإن تزوجها فسيخونها سرا مع أخرى في أحد الأيام بينما أنا جالس وشاهد التلفاز إذ بجميلة تسألني جمال هل رأيت فاتن؟ لا انظري يمكن أن تكون في غرفتها لا بحثت عنها في كل أرجاء المنزل ولم أجدها نظرت إليها باستغراب فاتن لا تغادر المنزل بدون علمنا ثم تذكرت عماد نهضت مسرعا للحديقة أكيد هي في موعد غرامي مع ذلك الوضيع أسرعنا نحو الحديقة لكننا لم نجدها ورأيت الباب الخارجي مفتوحا وفاتن تحمل حقيبة بيدها وهي تحاول إيقاف السيارات على الطريق أسرعت نحوها وأنا استشيت غضبا ناديتها فاتن فاتن نظرت إلينا ثم ركضت وقبل أن تصل إلى الجانب الآخر من الطريق صدمتها سيارات مسرعة صرخت زوجتي فاتن ابنتي بينما أسرعنا نحوها كل شيء مر بسرعة وفي المستشفى تقدم الطبيب نحونا وقال أنا آسف لقد عانت من نزيف داخلي قوي لم نستطع إنقاذها البقية في حياتكم سقطت على ركبتي من هول الصدمة ونظرت إلي زوجتي وبدأت في الصراخ أنت السبب أنت من دفعها للهروب من المنزل أنت من حرمتها من كل شيء أحبت أنت الذي رفضت زواجها من عماد بدأت زوجتي في الصراخ والعويل وأنا وسط الدهشة غير مصدق لما يحدث ابنتي فاتن لا تفعل هذا مستحيل أن يصل بها الحال إلى أن تهرب من المنزل سرت وأنا أقول معقول أن أكون أنا السبب في وفاة ابنتي هل أنا السبب لأنني سجنتها ورفضت زواجها من عماد وفي رواق المستشفى رأيت عماد يبكي بحرقة نعم لقد كان يحبها بصدق وظل وفيا لحبها لحد الساعة زوجتي لم تتوقف عن لومي لحظة واحدة منذ إعلان الطبيب وفاة فاتن إلى يومنا هذا وبدأت ألوم نفسي أيضا ليتني منحتها الموافقة وزوجتها لعماد عدت إلى المنزل توجهت نحو الحديقة رأيت أرجوحة فاتن وقد قطع الفأر حبلها كأن أرجوحتها أعلنت وداعها للفتاة التي كانت تعشقها ابنتي فاتن عشت بقية أيامي ألوم نفسي تارة على حرمانها من الزواج من عماد وعلى معاملة السيئة لها في آخر أيامها مرة أخرى ولا زلت لحد الساعة أزور قبرها لأعتذر منها وأنتظر زيارتها لي في المنام أصدقائي أتمنى أن تدعوا لإبنتي بالرحمة والمغفرة وتدعوا لي أنا وزوجتي بالصبر على فراقها أتمنى منكم أن تتعلموا شيئا واحدا وهو التصرف بحكمة دائما لحل مشاكلكم لأنه دائما لكل مشكلة واحدة حلولا عديدة وأتمنى لكم وقتا ممتعا ولا تنسوا أن هناك قصة جديدة بعد غد إن شاء الله فلا تفويتوها مع السلامة